اهلا وسهلا بكم في أصل الحكاية وموضوع حديثنا اليوم عن الكورونا طبعا بين الطب والتجارة مع الدكتور أسامة أبو عطى اختصاصي الأمراض السارية أهلا وسهلا دكتور صباح الخير أهلا وسهلا وأيضا السيد أسعد القواسمي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور بداية وبالشكل مباشر شاهدنا في الأسبوع الماضي وفي الأيام القليلة الماضية تطور للوضع الوبائي في الأردن وكنا تعودين على الحالات اللي حالي وحالتين وثلاثة وفجأة صاروا عشرين وثلاثين شو اللي صار من وجهة نظر طبية نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولا حاب أن أصبح عليك وعلى هذا البرنامج الرائع سهلا صباح وشكرا على استضافي وشكرا طبعا لكل مشاهدينكم الكرام بداية كما تعلم الفيروس لم ينتهي في كل دول العالم الفيروس موجود ونحن جزء من هذا العالم الفيروس لا يعرف الحدود بالعكس الآن الفيروس ما زلنا في المرحلة الأولى والموجه الأولى ولكن هناك تزايد في كل دول العالم المحيط الحولنا هناك تزايد في الدول الخليج في سوريا في العراق في فلسطين المحتلة وبالتالي نحن جزء من هذا العالم الآن الخطوات الاستباقية التي قامت بها الحكومة في أول الجائحة هي التي حدت من الانتشار الداخلي كما تعلم معظم حالات الأردن كانت من الخارج وبالتالي عندما أغلقنا كل الحدود والمعابر البرية والبحرية والمائية ليم يكون عندنا حالات إلا تأتين من الخارج سواء مخلطين إلهم أو الحالات لخارج ولكن يبدو في آخر سبوع عشر تيام كان هناك ثغرة وغالبا كانت في حدود جافر هناك ثغرة وعدم يعني صراحة عدم إهمال في بعض الوسائل السلامة الشخصية كما تعرف احنا أصبح هناك شعور بالأمان أن الأردن خالي لا يجدنا حالات فهناك أصبح شعور بالأمان عند معظم الناس حتى موظفين في بعض موظفين في المعابر وخاصة المعابر جابر وحتى المخلصين وحتى السائقين الشاحنات وثم أحدول الموظفين وأحدول السائقين أثناء العيد انتشروا في كل محافظات المملكة وبالتالي عندما يكون هناك تواصل اجتماعي وتواصل جسدي أثناء العيد يبدو أن هذه الفترة كان هناك زيادة في ارتفاع في حالات الكورونا وبالتالي الآن أصبحنا نرى حالات داخلية وانتشار داخلي مخارط لمخارط لمخارط ولكن يبدو بما أننا نعرف السبب وعندنا قدرة ممتازة في وزارة الصحة للتقصى العبائي يمكن السيطرة عليها ولكن الآن نحن الآن يعني بحكي لك أنه في عنا انتشار داخلي وهذا طبعا سوء الحظ الآن طبعا الكمال لله هذا فيروس جديد وفيروس غامض يعني موجود في كل دول العالم لم ننتهي منه نهائيا أي دولة في العالم يوجد عندها الفيروس كل دول العالم معرضة أن تتعرض لهذا الفيروس ما لم يكن هناك علاج لهذا الفيروس أو مطعوم لهذا الفيروس أو يحدث تحور كبير في هذا الفيروس ينتهي مثل ما انتهى السلالات الأخرى من نفس المجموعة مثل سارز واحد بالألفين واثنين كنت أنا زمير الدكتور أخي أخي أسعد نحكي على الألفين واثنين ثم اختفى أو متلازمة الشرق الأوسط التي حدثت في السعودية الميرز ما هم نفس العائلة اختفوا بدون علاج ولا دواء نرجو ذلك دكتور عفوا هي الإجراءات الاحترازية احنا كلنا صار في عنا نوع من الإطمئنان حتى أنا نفسي في أول الجائحة كنت مثلا الجلوفز وإذا بلمس أي شيء برجع بغسل إيدي وكذا بعدين شوي 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 حسينا أنه الوضع صار أخف فخففنا الإجراءات هذا التخفيف له علاقة بشكل مباشر بالإصابات نعم مئة في المئة هناك أصبح شعور أنه ما عندنا أشعور بالأمان وبالتالي أكما تعرف الثلاث أشياء رئيسية في محاربة هذا الفيروس وشغلات سهلة جدا يعني السلامة الشخصية ونظافة الشخصية غسل اليدين سواء بالماء والصابون أو بالمعاقمات هذا شيء أساسي سواء الكورونا موجود ولا غير الموجود هذا جزء أساسي في محاربة كل الفيروس والبكتيريا الموجودة على اليدين الشغل الثاني الكمامة الكمامة أصبحت جزء أساسي في منع انتشار هذا الفيروس وخاصة عند التعرض للمخالطات والتجمعات والأماكن المغلقة بعض الدرسات أثبتت أن الكمامة ممكن تنزل نسبة الانتشار 60-70% لأنه أنت تعرفش خاصة إذا عندك حالات كثيرة لأنه جزء كثير من الحالات قد تكون ما عندها عراض نعم كما أعلن وزارة الصحة أنه حالات الأردن الموجودة الآن حد الآن 1400 إلى حالتين 40-50% من الحالات منهم ما عندهم عراض والتالي إذا تعرضت لشخص وصال في تقارب اجتماعي يفضل أن تلبس الكمامة 100% الشغل الثاني المعقمات والكمامة هذه الشغلات أساسية وسهلة جدا ولكن يبدو أنه صار في تهاون فيها على مستوى العام ومستوى الحكومي ومستوى الشخصي يعني تروح على دائرة حكومية يعني صراحة يعترها أنه ليس لكل مرتزم في هذه الشغلات وهي شغلات أساسية وسهلة جدا 100% دكتور أستاذ أسعد يعني من ناحية التجارة السوق لم يتعافى أصلا يعني السوق كان فيه يعني حتى قبل الكورونا كان المعظم التجار بشكوا من ضعف التجارة سواء بالاستيراد والتصدير أو بالقدرات الشرائية عند الناس الحالة الاقتصادية كانت يعني صعبة والقدرة الشرائية كانت عند الناس أيضا ضعيفة نوعا ما وقت الكورونا صار فيه تسكير كامل لبعض القطاعات بعض القطاعات لحد هذه الثانية مغلقة زي مثلا قطاع استقدام العاملات مثلا كان فيه عندنا استضافة مبارح أو أول مبارح لنقيب هذه الفئة مغلقة تماما يعني الوضع التجاري في البلد بشكل عام كيف شكله؟ يعني هو الوضع التجاري بتعرف يعني بتأقلم مع المرات مع الشائعة أو الحقيقة يعني والحقيقة أنه اليوم موجود فيروس وهذا الفيروس يؤثر بصراحة على الصحة والسلام العامة اليوم تفعيل أمر الدفاع 11 طبعا هو أعطى بعدة أمور يجب الالتزام فيها وإحنا مع هذا الالتزام الحماية والحيطة والحضر في عملية لبس الكمامات القفزات التباعد الجسدي ممكن إحنا كتجار وأصحاب أعمال بهمنا عملية الغرامات والعقوبات إنها تكون يعني نوعا ما ما ترمي بظلالها وتربك الأسواق من ناحية إنه والله الهدف إنه لا سمح الله إغلاق 14 يوم نعم هذا الإشي بسبب إرباك للتجارة بسبب نوع من عدم التوازن بين نقدر نحكي الغرامة والعقوبة وبين الفعل الحقيقي إحنا اليوم بنشجع إنه الكل يلتزم بالصحة والسلام العامة القفزات ضروريات الكمامات ضروريات الهايجين الوقاية التباعد الجسدي هاي كل ياتها من أنواع اللي إحنا بننشرها وبنعممها على التجار وحتى على المواطن أو المستهلك اللي بدخل هذه المحلات السوق لم يتعافى لسه السوق يعني زي ما بنسمع وبنعرف إنه ضعيف والقوة الشرائية ما زالت ضعيفة إحنا اليوم كمان يعني على موسم موسم العودة إلى المدارس نعم ورغم التطمينات الكبيرة اللي بتعطيها الحكومة إنه المدارس رح تفتح ورح يكون هناك فيه تعليم مباشر وإلى آخرة ولكن الناس متخوفة إنه يكون هناك فيه إغلاقات أو يكون التعليم عن بعد نعم لذلك بتشوف إنه ما فيه رواد بالأسواق يعني لأول مرة إحنا تاهم حوالي 14 يوم أو 13 يوم للمدارس ولا يوجد هناك زبائن أو طلب على زي المدرسي بجوز فيه ناس قرروا أصلاً أنهم ما يبعتوا أولادهم يعني بجوز فيه ناس أخذوا القرار أصلاً حتى مع يعني بجوز الإعلانات الناس عم تتساءل إنه رح تودّي أولادك ولا لا الناس لحد الآن بجوز الآخر ثانية لسه عم تستنى لأول واحد تسعى حتى تقرر ما هي المادة والسيولة بتلعب الدور الكبير يعني أنا اليوم السيولة بنتعرف إنها ضعيفة بيد المواطن وهونا بتيجي العملية إنه هل أنا بقدر إنه أروح أشتري ومستلزمات الدراسة من زي وأحذية وألبس رياضية وشنط وإلى آخره ولا أستنى أوفر هدولة إذا ما بدوا يروح يبني على المدرسة ويصير فيه تعليم مباشر هذا الإشي يعني اليوم هذا موسم وهذا يعني مواسم اللي محسوبة موسم الرمضان فإحنا بتعرف أكثر من موسم تداخلوا مع بعض خلال الأربع شهورة دول رمضان الصيف العيد الأطحى الموسم المدرسة وموسم الشتاء وكلها خسرها التاجر كلها خسرها وبالتكاليفه وبالتكاليف التشغيلية وإلة إيراداته يعني التاجر اليوم أو الاقتصادي بشكل عام يعني غير محسود على الوضع تبعه نعم في زيادة بالتكاليف في قلة إيرادات في مشاكل يعني يمكن سألتنا عليها إنه شو صار بالإجارات نعم نحن لغاية اليوم الإجارات متوقفة يعني ما بين التاجر أو صاحب العمل أو المالك أو اللي هو المؤجر لغاية اليوم اليوم ما دخلت الحكومة لغاية الساعة هاي إنه تفصل بناتهم اليوم في مبادرات شخصية من ملاك إنه تعال بنزل لك شوي لأنه شايف الوضع موضوع الإجارات كان في مطالبات كثير بإصدار أمر دفاع أو بإصدار يعني قانون أو تعليمات حتى على الأقل أو توجيه يعني لهذا الموضوع ولكن لم يصدر يعني نحن موظم القطاعات بين شهرين لأربع أشهر توقفت يعني على الأقل شهرين على الأكثر أربع أشهر في خلافات على الإجارات بين أصحاب الملق والمستأجرين أشهر وجهة نظرك السريعة في هذا الإشي لو سمح يعني يجب هناك فيه تدخل يعني إن سيبها إلى المحاكم رح تعمل كمان مرة إرباك وتعمل عدم ثقة بين المالك والمستأجر بالإضافة أنه بقول لك اتجه إلى المحكمة وإنت بما أنك ما استخدمت هذا العقار يحق لك أنك كذلك أنت كيف تستطيع أنك اليوم ترفع قضية على المالك اللي هو أقوى منك يعني بعد العقد رح يقول لك روح روح فلذلك أنت عندك تحفظ أنك ترفع عليه بالمحاكم يعني أي واحد يكمل مصلحته ما له مصلحة يعني ما له يدخل بنزاعات بالضبط 100% دكتور يعني نرجع لموضوع الوضع الوبائي يعني في مركز الحسين للسرطان مثلا كان في حالتين تحكي لنا عنهم لو سمحت تحكي لنا ما تطوراتهم مثلا ما حدث نعم لسبوع الفائد كان هناك حالتين إحدا هما ممرضة في طابق الأسنان والأخرى هي معالجة فيزيائية تأخذ قياسات للمعالجات الشعبية طبعا للتنويه حضرتك مسؤولي الوبائيات في مركز حسين للسرطان يعني للتنويه للمشاهدين الكرام نعم إحدا هما كانت عندها أعراض وكانت مجازة ثم عندما أنتهت إجازتها وأجت على الدوام تم عملها الفحوصات وتم أخذ الإجراء المناسب ودونها على وزارة الصحة على مستشفى الأمير حمزة نعم أما الأخت كانت طبعا ما عندها أعراض ولكن كانت مخالطة لمخالطة لمريض عنده فيروس الكورونا وتم فحصها وكان إيجابي الآن تم كما تعرف يعني الآن هذا الفيروس هو مشكلته سرعة انتشاره والعدوى بين الناس وتم أخذ جميع احتلاطات ضبط العدوى وتم عمل فحوصات لجميع المخالطين ومخالطين المخالطين حتى أن معظم الناس الذين يخالطون أرض أيضا تم عمل فحوصات كاملة طبعا هؤلاء الحالتين طبعا أتمنى لهم السلامة وضعهم الآن طبعا جيد الحمد لله يبدو أنهم أخذوهم من بر المركز من حدود جابر يعني بعد التقصي الوبائي يبدو أنهم إلهم معلاقة في حدود جابر ولكن لا يوجد حالات داخلية بين المركز وجميع الحالات المخالطة لهذه الحالتين كانت سلبية إلى الآن لا يوجد أي حالة داخلية في مركز الحسين للسلطان نعم كما تعرف مرضى الحسين للسلطان ذو مناعة يعني ضعيفة جدا والتالي مركز الحسين للسلطان يعني من أكثر المستشفيات في العالم أخذ تشدد في احتياطات ضبط العدوى منذ بداية الجائحة نعم طبعا أنا أحب أشكر كل العامين في المركز إدارة وأطباء وحتى ومرضى على تعاونهم في هذا الموضوع نعم كما تعرف هناك يعني إجراءات شديدة جدا من زمان ومزالة طبعا عشان هذا الفيروس نعم الحمد لله الحمد لله لا وجد من أي حالات ولكن موضوع التحدث عن الحضر يعني نحن كلنا خايفين يعني الأشخاص العاديين والتجار والأطباء وكل القطاعات خايفة من الحضر والتصريحات الحكومية يبدو التوجه أنه لا يوجد حضر كامل ولكن أيضا في عزل في تخفيف ساعات يعني طب شو وجهة النظر الطبية من هذا الموضوع نعم طبعا كما تعرف أخي هيثم الحضر الكامل هو يعني مأساة صادية وصحية واجتماعية له أثار كبيرة جدا كما حدث في أول الجائحة في الأولهم الآن كما يعني حكى الناطق العلامي معالي أخي أمجد العضايلي يبدو التوجه الآن لا يوجد حضر كامل ولا عزل كامل سيكون هناك حضر جزئي وعزل جزئي في المناطق يحجروا ويعزلوا في بحي يحضر للحي في المدينة كلها القرية كلها تعزل القرية دكتور طبيا إمتى ممكن يصير في حضر كامل حضر كامل إذا كان هناك تزايد الطراضي في عدد الحالات وكان هناك هذه الحالات متزايدة جدا بحيث هي مشكلة الفيروس أخي هيثم الفيروس كما تعلم معظم الحالات خفيفة جدا الحالات الوفاء واللي يدخل المستشفى تقريبا 20% نحن نخاف أنه يصير لدينا حالات كثيرة كثيرة جدا يعني هي شعور السيطرة يعني هي شعور السيطرة أنه مثلا أن القوى الأمنية تحس أنه هي أو القوى المسؤولة تحس أنه في سيطرة أو ما في سيطرة نعم بحيث يكون هناك إنهاك للكادر الصحي يكون عدد كبير جدا العدوة شديدة جدا وعداد كبيرة جدا بحيث أن الكادر الصحي لا يستطيع أن يتعامل مع كل هذه الأعداد وبالتالي هنا يكمن الخطر الآن لا يوجد عندنا إنهاك صحي نعم الآن نستطيع أن نتعامل مع معظم الحالات نعم طبعا حالات فردية عشر عشرين ثلاثين أربعين نعم يعني مستشفياتها تستطيع أن تستعمل حد ألاف نعم وعندنا أجهزة تنفس صناعي تقريبا ألف و ألف و ثمامية مئة بالمئة ولكن إذا تم زيادة في الحالات جدا يعني لا نستطيع عمل الفحوصات مثلا عدد الوفيات زادت كثير المستشفيات يعني امتلأت لا يوجد عندنا أجهزة تنفس صناعي هنا تكمل الخطر نعم هنا سيكون هناك إجراءات نعم دكتور أستاذ أسعد يعني السوق بتأثر بأي شائعة صغيرة يعني حتى لو طلعت شائعة صغيرة السوق بتأثر دائريكت الناس بتخاف يعني شو الوضع مستقبلا شو رأيه حضرتك يعني الوضع حاليا مثلا للشهر الجايب شو الوضع التجار بشكل عام مع وجود الشائعات للحضر الكل أو حتى لما يصير حضر جزئي ولولا ساعة واحدة يعني الحمد لله أعتقد أنه إحنا ما رح نرجع لحالة السفر من البداية الحالة اللي كانت فيها رباك اقتصادي كامل حالة السفر قصدك الحضر الكامل يعني هذا الإشي يعني فيه تطمينات الحمد لله وفيه تواصل أنه إحنا ما رح نصلى هذه الحالة ولكن هي حالة حتى نوع تخفيف في الوقت والدوام وإلى آخر إحنا عندنا وجهة نظر يعني اليوم إحنا إذا كان الدوام طويل وطبيعي بتلاقي أنه التهافت بيكون قليل نعم ولكن إذا قصرنا الدوام وكان الدوام قليل بتلاقي أنه فيه تهافت وفيه بيصير اتصال جسدي أكتر وبيصير العملية فيها نوع من الإرباك أكتر فعمليا أنا أعتقد أنه الحمد لله إحنا مسيطرين على المرض ومسيطرين على زي ما قال الدكتور البؤر أعتقد أنه اليوم طول ما إحنا في وضع صحي جيد بالعكس أنا بفضل أنه ما نسمع للشائعات الشائعات موجودة وبتؤثر مرات يعني بتأثر سلبا أكتر ما إنها تكون يعني محث إيجابي اليوم إحنا إذا كمننا في طبيعة العمل تبعنا التجاري وسهولة وبيصر أعتقد أنه إحنا بس بلزمنا الحيطة والحضر والسلامة العامة وتوعية التوعية من الإشي الضروري جدا نعم يعني اليوم أكيد تجارنا مواطنين وبهمهم ما ينقول العدو لا لنفسهم ولا لعائلاتهم فلذلك الحيطة والحضر هذه مطلوبة كمان إحنا لسه إن قطاعات ما فتحت يعني كمان إحنا بالقطاع الاقتصادي زي ما تفضلت يعني فيه جزء من القطاع السياحي نعم حتى فيه جزء يتصل مع أجزاء يعني اليوم إحنا الصلاة الأفراح ما زالت ما تعمل هاي صلاة الأفراح مقابلها فيه اللي بيبيعوا الفساطين الصهرة والأعراس والبدلات وإلى آخره هذه متصلة مع هاي يعني قطاعات كثيرة هي أصلا متوقفة يعني منها مئة بالمئة أو منها لجزء كثير كبير الاستراد والتصدير أستاذ شو وضعه أيضا يعني علاقته ما هي مع الطيران وتوقف الطيران وتوقف الموانئ والسفر يعني يعني بدي أقول لك شغلة شهر ثلاثة مثلا من الربع الأول من العام 2020 من واحد إلى شهر ثلاثة كان فيه عندنا ازديادة في الاستراد الربع الأول كان فيه زيادة في الاستراد ليه؟ لأنه كان الجو العام بيحكي أنه فيه هناك فيه حضير فيه هناك احتمال أنه ما تصل للمصادر فكان هناك حس وطني أنه الكل جاب يعني الحمد لله اليوم عنا احنا مخزون استراتيجي من غذاء من الدواء من الألبسة حتى يعني عنا فلذلك كان فيه زيادة في الاستراد ولكن احنا اليوم ما بعد شهر ثلاثة الربع الثاني احنا حسينا أنه الاستراد خف القوة الشرائية خفت عملية أنه والله متابعة واليسر في عملية الاستراد فيه هناك دعائق لأنه مش الكل بيستطيع أنه يجيب من المصادر هذا الإشي أثر وهذا بأثر على القوة الشرائية وتنوع البضائع وإذا ما كان هناك فيه حتى يعني عفوا دعم وسيولة بتلاقي أنه فيه هناك فيه صعوبة فيه أنك تمك ماشي فيه قوة وسرعة نعم زي ما كنت أنت قاعد من براحة ووصول إلى المصادر وعملية الاستراد بيكون سهلة وحتى يعني تغذية هذه البضائع في الأسواق المفرأ والمحافظات إلها نوع من اليسر اليوم احنا فيه صعوبات بنواجهها نعم خاصة هي السيولة وشح السيولة التاجر ما فيه سيولة والمواطن ما فيه سيولة صح فهنا الكارثة يعني اليوم احنا بنغطي بعض قاعدين البرنامج اللي قام فيه البنك المركزي لم يستفيد منه القطاع التجاري خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالأسف كان كلياتهم مش قادرين يعني يلبوا الشروط اللي هي نقدر نحكي يعني شروط تعجزية من البنوك في عمليات الاعتمانية يعني اليوم بدك انت تكون في عندك قوة مادية بد يكون هناك فيه كفيل بد يكون هناك فيه فترة طويلة من التعامل هو اللي مش موجود اصلا اللي مش موجود مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دكتور بجوز في النهاية يعني اخر دقيقة ودكتين من وقت الفقرة التفعيل امر الدفاع اهداعش شوفنا انه فيه تفعيل هل يساعد شو المطلوب مثلا في الاسبوع القادم على الاقل نعم شركنا على هذا السؤال انا حاب بالله اخير عزيز اوجه برضو رسالي هناك بعض المشككين انه هذا الفيروس يعني مؤامرة ولا وجد فيروس هذا الفيروس يا اخوان يعني اصاب معظم دول العالم اكثر من مئتين دولة في العالم دول عظمى وكبرى الراسل اللي حكى عنها معالي مجد العضائل اللي حكى انه 8% من الدراسل اللي علم عنها مبارح يعتقدوا انه كذبه او مؤامرة اصلا هذا في الاردن نعم طبعا هذا حكى موجود برا في بعض العلماء برا ومعلك في مؤامرة ولكن هذا الان في واقع هذا الفيروس في كل دول العالم دول عظمى تأثرت فيه اقتصاديا وسياسيا وصحيا الفيروس موجود اقلينا حوالينا موجود الفيروس انه زملاء زملاء في دول الخليج توفهم الله فينا كادر طبي تومريض صحية طباء توفهم الله الفيروس موجود يا اخوان نرجو من شعبنا التعاون مع كل توجيهات وزارة الصحة يجب ان لا نلتفت لهذه الاشعاعات نعم وسائل الاعلام طبعا انتو والقنوات كلها الرسمية وغير رسمية لها دور مهم في اصال المعلومة الصحيحة لشعبنا الكريم شعبنا الكريم شعب مثقف وواعي ولكن يجب ان تصل الى الرسالة الصحيحة والصادقة وان لا يلتفت الى كل الاشعاعات ننتظر فقط تعليمات وزارة الصحة ونأخذ الحقيقة منهم ومن الحكومة مئة بالمئة دكتور أصام شكرا جزيلا لوجودك معنا بتشرفنا دائما سيدة أصعد أهلا وسهلا لك دائما بتشرفنا نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا على الوقت اللي منحتوني أهلا وسهلا شكرا لكم أهلا وسهلا